اشتركوا في القناة الدبلوماسية في الخارج في خلق الفرص للترويج الثقافي لمملكة البحرين من جانبه اكد سعادة الشيخ خليفة بن احمد الخليفة على الدور المهم للثقافة في بناء العلاقات بين مختلف الشعوب بكونها مفتاحا لتعزيز العلاقات الثنائية مع مختلف دول العالم مستعرضا المحاور الثلاثة التي تعمل عليها هيئة البحرين للثقافة والاثار وهي التوثيق والتعليم والترويج كما اكد سعادته اهمية استمرار التنسيق مع وزارة الخارجية وكافة بعثات مملكة البحرين في الخارج لتعزيز مكانة مملكة البحرين الثقافية والعمل المشترك على الترويج للموروث الحضاري البحريني ومواصلة التفاعل مع مختلف المنظمات الدولية المعنية بالثقافة بحضور كوكبة من أعضاء السلك الدبلوماسي البحريني عقد في الملتقى الدبلوماسي 2023 عدد من الجلسات الحوارية الثرية والتي جاءت لتؤكد على أهمية الخوار وتبادل الأراء بين مختلف الجهات الهادفة إلى إيصال رسالة البحرين الحضارية ضمن أطر دبلوماسية عريقة أكد عليها حضور الملتقى في جميع الجلسات يأتي هذا الملتقى بتميز أكثر تقدم هذه السنة بحضور العديد من المشاركين من أصحاب المعالي والسعادة الوزراء والمختصين في هيئات مؤسسات الدولة للالتقاء بأخوانهم ونظرارهم السفراء وتبادل وجهات النظر وأطلعهم أيضا على آخر مسجدات والتطورات وأخذ مرئياتهم وتطلعاتهم كيفية عملية امتزاج وتعاظم المصلحة والفائدة بالتسويق والترويج لملكة البحرين سواء المستوى السياسي والاقتصادي والتجاري وغيره من الثقافي وغيره بما يحقق الاستفادة الكبرى وبراز مكانة مملكة البحرين على الساحة الدولية لتأخذ مكانتها الحقيقية المكانة التاريخية التي تستحقها وتحقق النماء والازدهار للوطن الملتقى جدا مهم يعني التقي في جميع السفرات بجميع معظم الوزرات المهمة التي تعمل على نفس الرؤية الاقتصادية والسياسية والتطلعات السامية بالنسبة للبحرين فالحمد الله نتبادل فيه العراء ونشوف وين الحلول الملتقى السندي متغير جدا لأنه جدا مميز فيه تطورات كثيرة عن السابق ونأمل أن في المستقبل نتعلم من هذه الأشياء على اساس نطور نفسنا أكثر ونمرر هذه للأجيال الغادمة اللي بيمثلون البحرين إن شاء الله الشكر موصول إلى جلالة الملك اللي شجعنا على هذا اللقاء وحدد هذا اليوم الدبلوماسي تجميع جميع السفراء في الخارج للالتقاء مع وزراء الدولة وتقديم البيانات فيما يخص كل وزارة وناقشة الحقيقة كانت نفيدة مع أقلب الوزراء أو كلهم يعني عندنا فايدة طيبة واستفدنا من المعلومات وإن شاء الله تستمر هذه الاحتفالات باليوم الدبلوماسي العمل الدبلوماسي والقنسولي البحريني لا ينفصل عن أعمال مختلف المؤسسات وخصوصا منها الثقافية والاقتصادية والتي كانت ولا تزال باكورة لتعزيز عمل هذا القطاع استنادا إلى إرث عريقا من العلاقات الواسعة والخبرات المتراكمة التي أسس لها رواد العمل الدبلوماسي في مملكة البحرين منذ عشرات السنين هذا الملتقى فرصة استثنائية للتفاعل والتشاور مع صحاب المعالي والسعادة ورؤساء البحثات الدبلوماسية لبحث أطر التعاون بما يتعلق بترويج المملكة البحرين وأرثه الثقافي والتاريخي في الخارج بالإضافة إلى تعاوننا باستقطاب الثقافات العالمية في البحرين هذا التعاون يأتي ضمن أوليبيات هيئة بحثات الثقافة والأثار لتكريس الدبلوماسية الثقافية كعنصر أساسي من عملنا واجتهادنا الوطني ونثمن كذلك جهود وزاعة خارجية لتعاون معنا الدائم في إبراز الصورة الحضرية للبحرين الثقافة هي الوسيلة الأمثل للترويج للبحرين ذلك لما تحتويها البحرين من أرث ثقافي متنوع ومتجذر هذا الأرث جدير بأن يحظن باهتمامنا وجدير بأن نباهي به العالم فتواجدنا اليوم هو لبحث هذه السبل المتاحة وخلق فرص إضافية ومتجددة لتجاوب مع المتغيرات الثقافية والأولويات الثقافية حول العالم لقد سعدت اليوم بوجودي والمشاركة في الملتقى الدبلوماسي للعام 2023 والالتقاء بسعالة وزير الخارجية الموقر وصحاب المعالي والسعادة سفراء مملكة البحرين في الخارج وعضاء السلك الدبلوماسي حيث تمثلت هذه الفرصة لإعطائهم نبذع عن ما تقوم به وزارة صناعة والتجارة من مبادرات سواء في القطاع التجاري وأيضا في القطاع الصناعي بما فيها عرض لإستراتيجية الصناعة للأعوام 20-22-2026 وهي جزء من خطة التعافي الاقتصادي وهي كانت فرصة للتقاء بعضاء السلك الدبلوماسي اللي أعطاهم آخر تطورات في هذا المجال وإن شاء الله تكون التعاون دائما بين وزارة صناعة والتجارة ووزارة الخارجية هذا الحضور الدبلوماسي الذي جمع سفراء مملكة البحرين في مختلف دول العالم برهن على أهمية التحاور والتشاور والتواصل المستمر لما يحققه من تفعيل فريد للدبلوماسية البحرينية بكل صورها التي تعكس واقعا بحرينيا مشرقا تتفاخر به بعثاتنا الدبلوماسية في شتى بقاع العالم الملتقى الدبلوماسي الفين وثلاثة وعشرين فرصة سانحة للحوار وتبادل الأفكار والأراء بين مختلف الخبرات الدبلوماسية تعزز من جسور الدبلوماسية البحرينية العريقة وتعكس واقعا مشرقا تنعم به مملكة البحرين في مختلف المجالات يحيى العمري لمركز الأخبار تلفزيون البحرين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر